دشنت عمدة الدائرة الثامنة مهرجان نساء الدائرة الذي نظمنه بمناسبة الاسبوع الوطني للمرأة الشادية المناسبة شهدت حضورا كبيرا من قبل نساء الدائرة ورؤساء الجمعية النسائي عباس بكر مصطفى لليوم السادس من نشاطات الاسبوع الوطني للمرأة الشادية جاء اختطام نشاطات مهرجان نساء الدائرة الثامنة حيث تعلمنا خلال المهرجان كيفية تحويل بعض المواد الأولية إلى صناعات بسيطة كالصابون والعصائر وغيرها وعن أهمية المهرجان فقد أوضهنا بعد المستفيدات عن آرائهن من ناهية أخرى أمدت الدائرة الثامنة حتى النساء الدائرة على ضرورة القيام بعمالهن الخاصة وتطبيق ما تلقوه على عرض الواقع كما عضافت مسؤولة المركز الاجتماعي بأن المركز يسعى إلى تأهيل النساء في العامال الهرة وإطاعهن المعلومات الأساسية التي تتعلق بأعملية الإنتاج وعليهم فإن خلال خمسة أيام من المهرجان استفدنا نساء الدائرة الثامنة الكثير من المعلومات والخبرات التي ستساعدهن في هياتهن اليومية وذلك للسعي من أجل مكافهة الفقر